طيب هنروح لألعاب القوة تعرفين عندنا لعبة في النادي الأهلي في الواثب الطويل اسمها إسراء عويس وقد دفتنا في حلقة من الحلقات في الفترة اللي فاتت إسراء من اللاعبات المميزات جدا وسفرت مع منتخب مصر عشان تعمل معسكر في 3 أو 4 بلدان يمكن مفروض هتعمل في 3 دول وراء بعض فرنسا ألمانيا سربيا بتلعب دلوقتي أو لعبت خلاص ملتقى نانت الدولي في فرنسا في خبر سعيد إسراء عويس نجحت إنها تاخد ذهبية الواثب الطويل ودي حاجة لأول مرة إسراء تعملها وطبعا الملتقى ده من ضمن خطة الإعداد والمعاصقة تديب إذا ما وضحت حضراتكم استعداد طبعا لبطولة العالم اللي جاية بإذن الله وكان مع إسراء مين مدربها مدربها كابتن هشام علي حسن كابتن هشام علي حسن واللي كان سبب في فوزها بفضية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزار واللي كانت في شهر 7 اللي فات فاكرنا طبعا حضراتكم طبعا إسراء إحنا عم تنتكلم عندنا بطولة في ألمانيا وبطولة في سربيا وبطولة العالم 100% وأنا مغمط كده هتلاقي اللي راحين بطولة العالم هتلاقيهم في التال بطولات دول يعني الدهب اللي خدتها إسراء ده مؤشر جاية أيها زي ما بقول لكم كده لأنها هتلاقي أبطال العالم اللي راحين مع بطولة العالم بيستعدوا زيها ما انت تقرأ 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 من الخبر اللي انت يعني يعني يمكن ما شفناش احنا البطولة بس تقرأ الخبر في بطولة العالم جاية ودول ثلاث بطولات وراء بعد فيه انت بتكلم فرنسا ألمانيا سربيا كلهم بتروحهم بالقطر ف100% هتلاقي اللعبة دي كلهم من هنا واخدين بعضهم راحين هنا واخدين بعضهم راحين هنا فنكون اني تاخد إسراء دهب مع اللي راحين مع بتوطع عالم لا احنا مشين كويس وإسراء كده بالشكل ده ان شاء الله ربنا يكرمها ويحفظها من الإصابات يا رب ربنا يحفظها من الإصابات لا لو فضلنا بالشكل ده كده احنا ممكن ننافس في باريس 2024 على مدالية فربنا وفاك إسراء وهنتبعك الفترة اللي جاية ان شاء الله وكلنا ثقة طبعا في أدائك وثقة في كابتن هشام طبعا مدربك انها تعمله أفضل حاجة ان شاء الله ليكي والبلدك بإذن الله